دي نقطة نلوح بقى للمهم كلام كتير عن الراحلين عن النادي الاهلي مين هم الراحلين عن النادي الاهلي او المحتمل رحلهم عن النادي الاهلي تعالوا نشوف اول واحد هو المغربي ببدر بنون تأكد رحيله بشكل نهاية عن الاهلي وينهي في الفترة الحالية اتفاقه مع نادي قطر القطر الانتقال اليه في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة يحصل الاهلي من ورائها على مليوني ونصف المليون دولار بالاضافة للنصف مليون دولار امتيازات اضافية في الصفقة كما تنازل اللاعب عن مبلغ 100 الف دولار تقريبا هي قيمة الثلاثة اشهر المتوقية في موسمه الحالي مع الاهلي ويحصل بدر على ما يزيد عن مليون و300 الف دولار سنويا مع الفريق القطري مين كمان لو اسم كيسوني اكيد توقع النادي الاهلي اكثر من عرض لرحيل اللاعب في الانتقالات الصيفية ابرزهم من نديه السابق سيمبا التنزاني لكن حتى الان لم يوافق الاهلي بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من جانب سيمبا ولازم أن يصل لربمائة ألف دولار في الوقت الحالي الذي اشترى الاهلي من سيمبا نفسه العام الماضي بحوالي مليون دولار وفي نفس الوقت هناك عروض أخرى للعب من ينج أفريكنز التنزاني والمريخ السوداني الاسم اللي بعد كده هو بيرستاو ادارة الكرة بالنادي الاهلي عرضت موقفه على ريكاردو سوارش والمدرب أكد انه سينتظر رؤيته في الملعب التعامل معه لتحديد موقفه لكن يبدو أن اللاعب ليست لديه الرغبة للاستمرار بعد رحيل مواطنه بيتسو موسيماني لذلك قام الاهلي في نفس الوقت بتكليف أمير توفيه مدير التعاقدات بالبحث عن عرض مناسب للعب لا يقل عن مليوني دولار لرحيله في الوقت الحالي فتح الاهلي الباب أمام بيع وشرط وجود عرض مناسب حتى هذه اللحظة لم يصل إلى الاهلي عرضا مناسبا للعب المالي وكل العروض شفاهية فقط ولكن إذا وصل عرض جيد ستتم الموافقة ولن يبالغ النادي في طلباته المالية لعيب مهم وكبير بس لو الاهلي استفاد منه ما لينه يبقى حاجة كويسة رغم ربيع ينتهي عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري وهناك توصية من لجنة التقديد بالتجديد له كما يملك اللاعب عرضا من نادي السلية القطري بمقابل ماد جايد وسلمه إلى لجنة التقديد لكنه ليس لديها أي مانع في التجديد للأهلي إلا أن القرار النهائي الآن في يد ريكاردو سعيش محمد محمود جدد عقده مع الاهلي منذ فترة قصيرة وتمسك بالاستمرار داخل القلعة الحمراء إلا أن لجنة التقديد ترغب في عرضه حتى يشارك أساسياً ويستعيد مستوى ويعود للفريق مرة أخرى اشتركوا في القناة